السلام عليكم و اهلا بكم في قناتكم شهوة ام سلمان اتمنى تكونوا بخير و امركم طيبة اليوم في هذا الفيديو مع هذا الوصفة الجديدة اللي غدي نقطرها عليكم اليوم الكبيدة الدول الجاج كي يأتيوا رائعين بهالطريقة اللي غدي نقدم معكم اليومه كي يأتيوا ولدات بالساف غدي نرافقهم بالروز الساخن طبعا نتمنى ان شاء الله تعجبكم طريقتي وتوجدوها الوليداتكم والافراد الاسرة ديالكم اه ولا بتعرفوا المكونات وطريقة تحضير تبعوا معي الفيديو للاخير وما تنسونيش كيف العادة من اللايك او من التعليق ديالكم الزوينة اللي كتحفزني وكتخليني نعطي دائما للجديد نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديالي ديال اليوم كيف ما كتشوفو كي شهي ما شاء الله كتشي ديالك الكبدة هكا مضغم روزوينة والديدة بزف نتمنى تعجبكم وبسم الله نبدأ وعلى بركة الله نضع الميقلات ديالي كتخن على النار نار متوسطة كنضيف تقريبا ثلاثة ديال الملاعق ديال الزيت نباتية يعني زيت المائدة عادية اللي تنطيبو بها وهنا عندي كمية ديال البصل تقريبا جوش ديال البصلات متوسطة كنقطعهم مشن فين باتشكل هذا الرقاق وكنخليهم هنا كيتحمر معايا مزيان وكيتكارم يليزاو باش كيت القرية وحد الحلاوات ديال البصلة كتطلق مزيان وكتوتها مزيان مع المدق ديال الكبدة نبقى كنستمر في التحريك باش شكل هذا كيف ما كتشوفو أنا كنحرك وكن البطة كتكون متوسطة يعني ما كتكونش مجهدة باش ما تحرقش هنا البصلة البصلة ديالي بدا تكتبال هيا كتشوفو فيها بدا تكتح شوية مستمر دائما في التحريك نحنا غدا نضيف حد الفلفل حار ممكن تدير الفلفل احمر ولا الاخضر اللي توفر عندكم نضيف هيا ثلاثة ديال التوم اللي قطعته الشرائح بها الشكل هذا كيف ما كتشوفو معايا وكنستمر في التحريك البصل ديالي هوا بدك يتحمر كيف ما كتشوفو بدك يتغير لي اللون دياله دائما كنحركو ما كان نزقوش من التحرك باش هكا ما تتحركش هنا البصلة ديالنا وكتلق المرورة ديالها حنا الغرض لنا انها تتحمر وتتكارم يليزا فهذا الاثناء هادي غدا نضيف هيا عندي الفلفل في الالوان أحمر والأخضر والأصفر يتوفر عندكم ثلاثة كتضيفهم لتوفر الجوج كتديرهم توفر غير الأخضر فبحال بحال نفس المضاق سوف نستمر هكا في التحرك حتى غضي الدبال لنا ديال الفلفل وغضي تتحمر لنا شوية مع البصلة دبال البصلة ديالنا هيا تتحمرت مزيان كيف ما كتشوفو هدا واللون اللي بغيناها تحصل عليها بحال هكا والفلفل ديالنا هي كتلق واحد الرائحة كتطلع من هذا بغزالة ما شاء الله كتعطي واحد للدازوينة مع الكبدة فالفلفل ديالنا هيا بدت كتتحمر مكن خليوش طيب بسا انا تبقى واقفا هنا بحالة كتوابل هنا هنا توابل ديال الدجاج اللي توفرت عندكم هنا عندي الكامون ابزار لقصبر حبوب الطحون شوية ديال الملع وشوية ديالتوابل ديال الدجاج او لا اي عطرية عندكم كتتعتمدوها بحال عطرية ديال الشوارمة توابل ديال الدجاج اي توابل عندكم توابل الاربعات توابل السبعة اي توابل توفرت عندكم كتضيفوها كتعطي واحد للداء خاصة لهاد الكبدة ديالنا او لا لهاد البصل والفلفل اللي هادي نرافقوه مع الكبدة ديالنا أخير ذات صافي هذه الجديدات لنخليها شكرا بالسافة اتجابها الشوية هنا اقص على النار هذا هو القاوم اللي بلتخل على المكونات ديالي او غد نفرغ في احد الإناء وفي المقلات غد نوضع الكبدة ديال يديال الدجاج كيف ما كتشوفو كنقطعهم غير علاجوش كنخليم شوية هكا غلاط وكنديرهم في نفس الميقلات ما كنضيف عليهم حتى شي حاجة وكنبقوا كنديهم ونجيبوهم حتى غديت لقولينا واحد السائل هاداك السائل احنا ما غدي نصفيه ما غديش نخليه وغدي نعتذر منكم ان المقطع اللي فيه السائل اللي حصلت عليه من هاد الكبدة هادي تقطع لي المقطع في اثناء المونتاج فصفيتهم من هاداك المالي غديت لقولي الكبدة اللي درنام في المقلات كيف ما كتشوفو بعد ما صفيتهم هو هادا القوام دي الكبدة دي اللي كيف يولي بحال هكا سافي غدي نرجعهم المقلات بعد ما صفيتهم وغدا نضيف عليهم زيت الزيتون ثلاثة الملاعق كبار تقريبا ديل زيت زيتون زيت زيتون قد ما درتهم انها مزيان يعني ماشي موضي الرزوينة بثاف كتواته مع المدق دي الكبدة وغدا نضيف لهم بنسبة للتوابل غير الملح والفلفول اسود يعني احنا عدنا التوابل ضفناها للبصل والفلفول دينا في الاول سافي نضيفت كمية دي الفلفول اسود تقريبا نسمي العقة صغيرة وغدا نحرك الكبدة دينا بحال كبدة الشكل سافي نسوطيها شوية بحال كبدة تتحمر لنا وما يبقى بلنا فيها التشيب لا صلي اللي بقى الطرية يعني مطابس شو اللي كتكون بقى خضراء ولا كي تسيل منها شي سائل يعني كتنشف عندنا الكبدة دينا سافي نضيف لها المكونات اللي شحارتهم من قبل البصلة والفلفل دينا او للفلفل في الالوان والفلفل الحار والتوم والتوابل اللي نضيفنا في الاول سافي نحركوها غير شوية هكا حتى ندمجو لنا العناصير كلهم مع بعض نضيفها على نار متوسطة كيف العادة كتنجو زوينة بزاف هاد الكبدة نتمنى ان شاء الله تجربوها انا اكيد انكم غدين تعشقوها به هالطريقة هادي كيجي مدق خطير خطير جدا هنا غد نضيف اخر مرحلة غد نضيف سلصة دي السوجة سيئة كتعطي واحد لتزوينة الكبدة كتنجو زوينة بزاف هاد طريقة هادي سافي غد نحرك شوية هكا حتى تشكل اقوم بزاف هاد الكبدة دي الدجاج بزاف هاد الكبدة دي الدجاج ولكن بهالطريقة هادي انا اكيد انه غدين تعشقوها كي بقيت لكم و غدين دائما تبدو تقدو الكبدة دي الدجاج هكا خاصة باش تبدي ربعها هاد الوصفة هادي ان شاء الله هنا المرحلة اخيرة غدين ضيف لمعد نوس هكا كاوراق كيف ما شفتوا معي و غدين نتفعل النار هنا غدين نخد تنجرة دي دي الدغط و غدين نضيف لها شوية دي الفلفل احمر والاخضر قطعتها كمربعة صغار و ضفت له الملح و زيت عادية زيت نباتية ممكن نضيفه مكعبة دي الزبدة اللي بغيتو شوية دي الفلفل اسود سوف نضيف الملح والابزار اللي نضيفه هنا واحد نص دامة دي اللي بنا دي الدجاج اختيار هي اللي بغاها كي يضيفها اللي بغاهاش ما يضيفهاش نحرك هاد المكونات هادي مع بعض حتى غدين ندمج عندي شوية و غدين نتحمر لي الفلفل غير شوية مشي بززاف هاد الشكل هاد سوف نشحر هاد الفلفل هكا به الشكل و غدين نضيف هنا عندي ازلافة مع مرش دي الأرز ممكن تديروا الكمية دي الأرز على حسنة بعدد الأفراد ازلافة ديالة الروز و غدين نحركها به الشكل هادا نحركها شوية قطة تلبس ديها بدك الزيت و بديك المكونات كلها اللي دفنا في الأول و نخليها شوية غير بحلة تتحمر شوية ماشي بزاف غير شوية بهاد هاد للاستيس هادي كتعطي واحد للدازوين الروز ديالنا و كي يجي مفرز ما كيتعجنش كيفما كتشوفو كنحركنا زيان باش مهل تسقش ليا الروز ديالنا مع التنجرة سافي كقاعدة كيفما كنعرفو جميع زلافة ديال الأرز عندها جوز ليف ديال الماء يعني لكل زلافة ديال الروز كنديروا لها جوز ليف ديال الماء بارد سافي دفتعنا جوز ليف ديال الماء و سنخلط الروز ديالي مزيان و سنسد على الطنجرة ديالي فاش غدا تصفى سنحسب لها بين عشر دقائق حتى الربع ساعة لنار متوسطة كيفما كنا نجهدوش النار كيف كان عارفو الروز كيبغي النار هادية شوية ما كتكونش مجهده شمي يحرقش ليا تحتارقش لينا ولتسقل لنا في الطنجرة ديالنا ويجي مر احنا بغينا هيجي مفرز واخد حقه في طياب سافي غدا نسد على الطنجرة ديالنا وغدا نخلي على نار متوسطة وغدا نحسب لها كيف قلت لكم حتى الربع ساعة بين عشرة تلربع ساعة تلخمسة واشر دقيقة وهذا هو الروز ديالنا كيجي بها الشكل هادا كيجي مفرز ما كيجيش مع الجن وكيكون الوقت المناسب دياله هو بين عشرة تلخمسة واشر دقيقة يعني هذا هو الوقت دياله يعني ما كنزيدوش كتر من هكا شفتوا معايا كيف يجي مفرز ما كيجيش مع الجن وهذا هو الشكل نهائي ديال الطبق ديالنا ديال اليوم كبدا ديال الدجاج مشرملا مع الفلا في الالوان كيف ما كتشوفو زينتها بالشكل انتم تزينوها باي طريقة بغيتو وهنا عندي الروز ديالي اللي حطيتو هنا يا كمرافق ممكن تقدموا تسالطة مع هاد شهيوه هادي اتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها لعائلة ديالكم انا عجباتني صراحة وقدمتها لكم وإلى اللقاء فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله